محافظ بنك إسرائيل تحذيرات قوية للحكومة بخصوص الميزانية المقبلة لعام 2025 مع ابقاء الفائدة عند 4.5% ليبرز أهمية اتخاذ قرارات مالية جريئة قبل أن تتفاقم الأوضاع في حين أن التحذيرات تأتي وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية المحتملة كان جلياً أن أحد أهم أسباب انخفاض التدريج هو عدم موجودة استراتيجية اقتصادية في إسرائيل وإذا قلنا 7 في أكتوبر 2023 كان مفاجأة وفشل أمني 7 في أكتوبر 2024 هو فشل إدارة اقتصادية ولحد اليوم لا يوجد استراتيجية اقتصادية للحكومة ولا يوجد خطة لخروج من الأزمة ولا في خطة كمان حتى ميزانية 24 و25 كيف ستكون وانتقد المحافظ بشدة الإجراءات الضريبية الحالية مشيراً إلى ضرورة فرضها على أوسع شريحة ممكنة من السكان حيث يرى أن عدم توزيع العبء الضريبي بشكل عادل سيفاقم الفجوات الاجتماعية ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني فبتلاقي تنفيذ هذه الخطط بشكل متساوي من ناحية نسب بين هاي الشرائح بأدن نتيجة عكسية ظالمة بحيث أنه صاحب الدخل القليل بشارك بهذا العبء الضريبي بنسبة أكبر بالنسبة لدخله ولأملاكه بعكس صاحب الأملاك وصاحب الدخل العالي تأثيره بسبب هاي الخطط اللي هي بتأدي لرفع الضرائب بتلقي أكل فبتلقيها أضرت بالناس اللي هن عن جد ضعاف في المجتمع التوقعات تشير إلى أن الصراع الحالي سيستمر بوتيرة عالية حتى أوائل 2025 مما سيزيد من التحديات المالية ما يدفع بالحكومة لتواجه ضغوطا كبيرة لتنفيذ إصلاحات فورية لمواجهة التضخم المتوقع وإلا فإنها قد تجد نفسها في مواجهة عواقب اقتصادية وخيمة ترجمة نانسي قنقر